وكان مجلس الوزراء وفق اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي حول تطوير وتجديد الخط الأول لميسر القاهرة وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مجلس الوزراء مفادنا محمد سعد لينقل إلينا أهم ما جاء في اجتماع المجلس اليوم أرحبكم من داخل مجلس الوزراء بالفعل ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاسكان اجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاجتماعية وأيضا الملفات الاقتصادية في بداية الاجتماع أشار السيد رئيس الوزراء أن هذا الأسبوع شهد حدثا استثنائيا وفي إشارة إلى افتتاح السيد رئيس الجمهورية مسجد الفتاح العليم وأيضا كتدرائية السيد المسيح وقال أن مشهد وجود شيخ الأزهر ورجال الدين الإسلامي داخل الكتدرائية وأيضا وجود البابا والقسوسة داخل مسجد الفتاح العليم هي رسائل تبعث إلى العالم ورسائل إيجابية تبعث إلى العالم أن مصر هي نسيج واحد على الجانب الآخر كان هناك عدد من البرتوكولات البرتوكول الأول كان بين وزارة الاستثمار والري من جانب وعلى الجانب الآخر الاتحاد الأوروبي هذا البرتوكول كان لتحسين خدمة مصرف كيتشنر هذا المصرف التي قالت عنه الدكتورة صاحر نصر وزارة الاستثمار هو مصرف سيء السمعة ولذلك سوف نقوم بتطوير هذا المصرف أيضا على الجانب الآخر كان هناك برتوكول آخر بين وزارة الاتصالات ووزارة النقل وذلك لوضع أكشاك مختلفة داخل المحطات لتقديم خدمات البريد داخل هذه المحطات وأيضا بيع تزاكر القطارات يعني كانت هذه أهم المعلومات لدينا من داخل مجلس الوزراء عودة إليكم من جديد زميل محمد سعد من مجلس الوزراء شكرا جزيلا لك